ممكن أسألك سؤال شخصي تفضل يعني أعذرني أنه لازم أسأل هذا السؤال تفضل أنت دكتور ناجي إسكندر يعني شخص متخصص في الطب وفي الجراحة زميل الكلية الملكية حصلت على يعني اعتبارات كبيرة شو اللي قادك وشو اللي خلاك أنك تكرس بعدك شاب بعدك شاب حليوة وصغير شو اللي خلاك يعني تكرس كل حياتك من ناجي الجراح إلى ناجي اللي حاطت كل وقتك حتى تيجي تزور فلك عملوه جديد في أمريكا حتى تثبت أكثر من كلمة الله شو اللي قادك لهذا الموضوع أهمية الكتاب المقدس وكلمة الله لأنه إلى الشريعة وإلى الشهادة إن لم يقولوا مثل هذا ليس لهم فاجر فالفكرة إنه لو سبنا أساسات الإيمان المسيحي كل حاجة هتنهار فالرب حط على قلبي أنا ومراتي من فترة إن إحنا نتعرض لدراسة هذا الموضوع ولسنوات عديدة الرب كان بيعد وبيعلمني 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 ما كنتش عارف إن أنا هكون بقدم برنامج مع حضرتك في هذا الموضوع لكن حسيت بأهمية الأساسيات لأنه فكر الإلحاد ابتدى يسود جوه الكنايز حتى وفي العالم كله وابتدى الناس يقولوا لا إحنا مش هنصدق كلمة الله لو ما صدقناش كلمة الله هتكون النهاية مرعبة علشان كده استخدمنا العلم التطبيقي والاكتشافات في الحفريات وعلوم البيولوجي والكلام ده كله علشان نؤكد صحة الكتاب المقدس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر